فيما يخص أخبارنا الزمالك بقى عشان نطلع فاصل نستهب الرضا عبد العال معتابة جمال قعد مع سامسون طبعا المهاجم ظهر خلال التلاث مباراة الأخيرة مباراة طبعا أمام بيرامل سجل فيها مباراة رسمية سجل فيها طبعا الهدف التاني وفي نفس الوقت مباراتين والديتين سجل فيهم فده مخلي الناس بتستفسر عن التغير المفاجئ بدأنا ندور الكلام ده كله فلقينا أن الراجل ما كانش بياخد مستحقاته المتأخرة خلال الفترة اللي فاتت قعد معه المسؤولين عن نات زمانك أو حسي السيد وأحمد سليمان واتكلموا طبعا معاه في صرف المستعقات الكلام ده كان قبل مباراة بيراملز فهو ده كان سر ظهور سامسون بمستوى يعني فيه تحسن خلال الفترة الأخيرة برضو معتمد جمال قاله أن لسه ما فيش قرار نهائي باستمراره في الموسم المقبل وبالتالي مستوى خلال الموسم الجاري هو اللي هيحدد بشكل كبير استمراره داخل الفريق من عدمه فيه تحفظ داخل مجلس إدارة نادي الزمانك على ترشيح أحمد الشناوي حرس بيراملز ليه التعاقد مع نادي الزمانك بداية من الموسم المقبل شانا أقول لك تفصيلة مهمة جدا أحمد سليمان بيرتبط بعلاقة طيبة جدا يمكن بمعظم الحراس لكن بأحمد الشناوي بشكل كبير وبالتالي بعد نجاح مجلس الإدارة الحالي تواصل أحمد سليمان مع أحمد الشناوي حرس بيراملز طبعا واحد من الحراس المميزين لكن فيه تحفظ كبير من بعض المسؤولين داخل مجلس إدارة نادي الزمانك على التعاقد مع أحمد الشناوي وبالتالي وجهة نظر البعض أن يتم التجديد لمحمد عواد حرس طبعا الزمانك وفي نفس الوقت إذا تم التعاقد مع حارس بيكونش فيه بقى حارسين بينهم صراع ده وجهة نظر بعض المسؤولين داخل مجلس الإدارة وبالتالي ممكن يكون التعاقد مع حارس يقدر يشيل في حالة غياب الحارس الأساسي لكن في نفس الوقت ما يكونش أو يكون مرتضي إن هو يكون الحارس الثاني وبالتالي ناتزة مالك بيبحث عن حارس تاني ده في حالة الاستقرار على التعاقد مع حارس مرمى وفي حالة طبعا رفع القيد في يناير في الوقت اللي محمد صبحي تلقى عرض أو هو عرض قائم من نادي فاركو لأن محمد صبحي بيرتبط بعلاقة قوية جدا مع المسؤولين فنادي فاركو وبالتالي هو عرض مستمر دايما محمد صبحي لو ملقاش حتة يروحها لكنه طبعا حارس مميز لكن هيروح نادي فاركو يعني مثلا فترة من الفترات كان يقولك الأهل عايز محمد صبح أنا بقولك الأهل مش هجيب حارس تاني يعني الأهل في الفترة الحالية بعد رحيل علي لطفي إلى نادي زد الأهل لن يتعاقد مع حارس آخر في ظل وجود محمد شناوي والحارس التاني مصطفى شبير وبالتالي مش هيجيب المسؤولين في النادي الأهل وأنا بقولك كلام من مسؤولين تاني من مسؤولين مش كلام يعني كده وخلاص أن مش هيتم التعاقد مع حارس زي محمد صبحي مثلا كان حارس أساسي في الزمالك أو كان حارس أساسي في فاركو فمش هيعمل الأزمة دي فبالتالي التوجه أن يكون في حارس أساسي في الآهل أو في الزمالك محمد شناوي وعنده مصطفى شبير يقدر يشيل حارس واعد فبيعمل حارس جديد للنادي الأهلي اللي هو مصطفى شبير نفس الأمر بيفكر نادي الزمالك ومن هنا جاء التحفز على التعاقد مع أحمد الشناوي لا يزال وكنت قلت له خبر قبل كده وبأكد عليه وهفضل أكد عليه لا يزال مصطفى فتحي نجم نادي بيرامدز ونجم المنتخب الوطني ينتظر عرض رسمي وجاد من نادي الزمالك للعودة لرغبته في إنهاء مشواره الكروي داخل نادي الزمالك داخل نادي الزمالك